ماذا عن عودة النازحين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وإلى شمالي القطاع؟ هذا السؤال الأكثر تردداً خلال الساعات الأخيرة ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي قدم فيه تنازلات بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وبحسب ما قاله دكتور عزم بشارة للتلفزيون العربي بالأمس فإن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عن رفضه القاطع للسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي القطاع لكن هناك أمور لم تحسن بعد أولاً ما هو عرد النازحين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمالي القطاع؟ الاحتلال الإسرائيلي وبموجب المبادرة الأمريكية يتحدث عن أعداد أولية ومحدودة بحسب نص الإعلان الأمريكي كذلك من غير الواضح ما هي الترتيبات إن كان الاحتلال الإسرائيلي سينسحب ومن أي طرق سينسحب حتى تتاح عودة النازحين الفلسطينيين أيضاً الشمال مدمر هناك ترتيبات بحاجة إلى كارفانات وإلى مساكن مؤقتة وإلى مساعدات إنسانية تصل إلى تلك المناطق حتى الآن التفاصيل ليست واضحة مئة بالمئة لكن يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي قدم تنازلات في هذا السياق